مرحبا بكم ارجعنا لكم وصفة جديدة واتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم ويلا على الوصف نقص وركة الزبدة دائرية نعملها على اثنان وبعدين كمان مرة على اثنان وبعدين مسلس نقصها تقريبا زيادة شوية عن حجم طب هو المقلة هيك جاهزة هذه فكرة كتير جديدة وكتير ممتازة للناس اللي ما بدهم سيوت والناس اللي بعملوا ضايت والناس اللي بعانوا من السمنة نكسر ثلاث بضات طبعا ممكن نقلأ اي شي نوضع فلفل اصمر وملح حسب الزوق ممكن نقلي بتنجان نقلي دجاج انا حملت كمان دجاج هلقيت بعد البال كتير كتير روعة انا بستخدمها عندي في البيت بدون اي نوع من الزيوت مش محتاجين لا طاوة تفال ولا طاوة غير لاسق طريقة كتير مضمونة مية بالمية وكتير روعة بتحط الخضار اللي انتو بتحبوها بتعملوا امليات تعملوا قالي شو ما بدكم هيك لسا بدها شوية كمان طبعا الحرارة لازم تكون اقل من الوسط الحرارة لازم تكون اقل من الوسط هيك اصبحت جاهزة واحنا بنغطيها لسبب بغطيها عشان تحتفظ في الرطوبة عشان لا فيها زيات ولا فيها مية ولا فيها اي اشي فاحنا محتاجين السوائل اللي في الداخل محتاجين الرطوبة احنا لو انتو مش محتاجين الرطوبة طلعوها الرطوبة مثل بتنجان اوكي ارفع الغطايا طلع الرطوبة ولكن الدجاج والبيض انا محتاج لرطوبة لانه ما فيه سوائل كتير محتاج الرطوبة والدجاج نفس الشي ما بده ناشفه كتير فانا بغلق القطى من شان يحتفظ في الرطوبة اللي بتنجان فيه رطوبة كتير ممكن نرفع الغطا ما فيه مشكلة تطلع الرطوبة في الخارج حسب الزوق والبطاطا نفس الشي ما فيه مشكلة بكوا طلعوا رطوبة طلعوها من بره عشان تكون ناشفة البطاطا هيك نقلب على الوجه الثاني وننتظر لازم الحرارة تكون أقل من الوسط الحرارة الحرارة لازم تكون أقل من الوسط هيك أصبح جاهز مثل ما انتم شايفين طريقة كتير سهلة وروعة كتير لا طوى تفال ولا طوى غير لاصق ولا أي شيء ولا فرن ولا الزيوت ولا أي نوع من الزيوت هيك مضمونة 100% للناس تلعب رياضة للناس تعمل حميا للناس تأكل أكل صحي هذا ممتاز ليلة ومثل ما انتم شايفين في أمان الله تذرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم تمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعمله لايك مع السلامة